نستكمل كلامنا عن الأبضوم الألينفرنود ديليناشن نتكلم عن الأناتومي في أبضوم الأورطة أبضوم الأورطة بيبتدي عند الاورتك أبنينج او ديوثريم هجينا استتيت ناشر الواحد فرتبري هزا كنتينوشن اوف سرسي اورطة هاي بعد كده هيدسسند فرتكلي دون ورد واند اتميد لينيواند سلايتي لتو ليفت عشان يترمنيات اتلوار بردر اوث الاربع از كومان اليك ارتو ورايت اوند الرفتكوا من اول يكارتروز البرانشز بيبتاعت الأبضوم الأورطة تلاتة uhempaired branches السي liberiformisentric الارتري والسي their ربع اجنص T12 السي liberiformisentric الايجنص التلاتة ثلائتة متinated صور diver الرعب この ثم في بعد كده من الانترولاترال عندي اربعة بيرد برانشز فور لمبر ارثيز فرستو ساكندو سردو فورس طبعا في فسيبير بيطلع من الميدان ساكرال وفي ميدان ساكرال ارثي دي امبيرد ارثي بالاضافة لالنفيريور فرينيك ارثي دابير ارثي الريلاشنشيب البسروري الريلاشنشيب هي الاسهل طبعا الاربع لمبر vertebrary والانترولاترال بيطلع كانت موجودة الانترولاترال بيطلع الانترول البطادينات وطبعا الى ثورة لمبر لنفسي الانتروللاشنشيب هي الانترول 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 البيطلية الى الثورة لقديناتر الميزانشيب البسروري الريف تريني البيان هيعادوا الانترول الابدومنال اوورطة وعندي الكويلز of small intestine والسبلينيك فين طبعا هيعدي anterior to abdominal heart. الright relationship هيبقى الانفيروفينا كيفة to right وطبعا هيبقى فيه السيمبستاتيك ترانك to lift of abdominal heart هنتكلم عن البرانشز. أهم برانش طبعا هو السيليك أرتري السيليك أرتري ده بيطلع genesis T12 أو juncture between T12 والواحد هيبقى short to wide من 1 وربع الواحد ونصف سنتي لونج هيران forward and to right هيران forward and to right slightly to right هيدفيد into three branches اللي هما left gastric artery left gastric artery والسبلينيك أرتي والقومان بيباتيك أرتي أول واحدة left gastric artery هيران upward and to left زين هيبص downward and to right مع لذر كربيتشار كفزة صمك طبعا هي الالترن اللي بيعملو ده عشان يخش جوة two layers بتاعة لذر المنتم هيدي oesophageal branches وهيدي gastric branches بعد كده في الكمان هباتيك أرتي ده هيران downward downward and forward and to right عشان يوصل للأبر سيرفيس بتاع الديودنم بعد كده هيترن upward سيران في الـ free margin أو الـ free border بتاعة الليزر المنتم كهباتيك أرتي بروبر الهباتيك أرتي بروبر بيبقى in front of portal vein and to left from bile duct هيترمنات عند البرتهباتيس as right and left hepatic arteries البرانش بتاعة الـ common hepatic artery هيبقى عندي right gastro diodenal right هيبقى gastro diodenal artery el gastro diodenal artery ديت هي rise at upper border of first part of diodenum بحيث هيترمنات as right gastro diodenal artery right gastro diodenal artery right gastro diodenal artery soprabancreatic artery يبقى gastro diodenal artery هي rise عند الـ upper border بتاعة first part هي run downward ويحصل المنتم اللي هيدي البرانش ده اللي هو اسمه right gastro diodenal artery soprabancreatic diodenal artery في right gastro diodenal artery ده هيبقى more proximal هيطلع من الـ common hepatic artery هي run to lift هي run upward along lezer ketvedcher يبقى هي run upward long lezer ketvedcher الـ hepatic artery prober ده continuation اللي هو ده كده ده continuation بتاع common hepatic artery آه هنتكلم عن الـ splenic artery spleen artery هي run horizontally to lift along the upper border open crease زي ما احنا عارفين along upper border open crease filled والتيل هيكروس انفرانت او ادرينا الجلاند والانتيور سيرفيس او ابر بارت او الليفت كيدني هيخش جوه الليينورينا الليجمنت الليينورينا الليجمنت البرانش بتاعته طبعا ترمال برانش اللي هي الاسبلينيك برانش او سبلينيك سيجمينت البرانش بالإضافة البرينكاتيك برانش اللي هتصبلاي الول بانكرياس معادة الهيد لان الهيد هيبقى عبارة عن ميكس بتوين السوبيروميزينتريك ارتري والسيلياك ارتري سروբ السوبيريورص بكاتيك ديودان الارتري و المانفرات orange البرانش بتاعت البنكرياس اللي هتيجي من الاسبلينيك ارتري هيبقى دورس على منكرياتيكاتيكيا و التوينيكاتيك ارتري وس descriبة الكود البينكاتيكار Andrew كل throat ما يعملوا سيديه خدا على ميnahmen فير Romanكاتيك ارتري يكونUM ثلاث إلى تنسيł رانش اللي هتصبه ق창 بأركم لان myself به اسموهم دورس ف港تيكراديكا و المانفرات الجديدة منard She treatment كل هلك هيعملوا الاستموزة لكي يددو انفيروبلكاتيك ارتري بالإضافة للشورت جاستريك ارتري اللي هتدي منطقة الفندس بتاعت الناسطمك والبرانش تالي اسمه ليفتي جاسترو بيبلوك ارتري يبقى راية جاسترو بيبلوك ارتري هيطلع كبرانش من الجاسترو ديودين الارتري وجاسترو ديودين الارتري is a branch of common hepatic ارتري ولكن ليفتي جاسترو بيبلوك is a branch of splenic ارتري وهي عندي برضو نفس الحكاية عندي طوب حاجتين عندي رايت جاستريك أرتري رايت جاستريك أرتري إزا برانش اف كومانيباتيك أرتري وعندي لفت جاستريك أرتري إزا برانش ديركت برانش فروم سيلياك أرتري بيوب قدل أرتريز اللي هو اسمه سيلياك ترانك هنيجي بعد كده لأرتري اللي بعديه اسمه سيبليوميزينتريك أرتري قولنا هيطلع جنيس تقل واحد طبعا هيبقى الينز بتاعه واحد وربع أو واحد ونصف سنتي طبعا الويتس بتاعه هيبقى أقال من الويتس بتاع السلياك السلياك ترانك من كلمه م flowing طرق. العين لسطراك. درنت معنى توقع معنى ما س insignificna هنا توقع الضرق. اه، هيرايض 1 سنتي بلو سلقة العطور. هيبقى عند الليفير بتاع الاور بردر بتاع الواحد. هيلايب بتوين الاسبلينك فين ابوف بوي الاسبلينك فين ابوف وي الافترينال فين بلو. الافترينال فين بلو وي اصبينك فين ابوف. هيران داون وورد. زي ما احنا شايفين. and the two right passing in front of unseared process طبعا of pancreas و in front of third part of third part of diodenum عشان يكش دوة الروت بتاع الميزنتري هي terminate في الروت of mesentery as right iliac في الريد iliac فوصة باقي نستموز with a branch of iliocolic artery يبقى هي terminate by branching with iliocolic artery a company طبعا the superior mesentric vein to its right side superior mesentric artery to right of superior mesentric vein superior mesentric to left and superior mesentric artery to right الbranches بتاعته هيبقى عندي اول حاجة حاجة اسمها inferior brancatechodiodenal artery inferior brancatechododenal artery اللي هو ده كده ده طالع طبعا من الright side inferior brancatechododenal عشان بعد كده هتاسم الى two branches anterior branch وبosterior branch هيبقى arise from right side at upper border بتاعت horizontal part of diodenum اللي هو third part of diodenum هي divide into anterior branch and posterior branch بعد كده عندي mid colic artery mid colic artery وده هي rise from right side just below the bencreas هي run upward and forward to pass between two layers of transverse meso colon هيبقى ماشى في transverse meso colon عشان divide into anterior و هي divide into right branch وlift branch يبقى اسمه middle colic artery لانه هيغاز transverse meso colon هيغاز transverse meso colon فده هيكش داخل داخل الرود بتاع transverse meso colon عشان ي divide as right and left branch وفي بعد كده right colic artery هي arise from right side برضو near middle بتاع ميزنترق artery عشان ي divide into run to right وهي divide into ascending branch و descending branch يبقى انا بالترتيب ولا حزنة اللي هو ما شبه الترتيب وكلوهم from right side اول حاجة الانفيريو بنكاتكو ديوني الارتري بعد كده middle colic artery اللي هيخش داخل route of داخل الميزنتري transverse meso colon عشان ي divide into right branch وlift branch بعد كده right colic artery right colic artery هي divide as ascending وdescending وهي run to right بعد كده الاليو colic لانه هيغزل الاليو موكلن arise from right side برضو lowest branch run downward and to right هي divide into ascending branch اهو وdescending branch يبقى ascending branch وdescending branch هيبقى فضللي الجوجنال والاليو branches دول هاي دول بقى هطلعوا من left side بتاع ميزنترق artery يبقى الجوجنال اللي هطلعوا من left side ولكن بقى الbranch اللي هم مين بالترتيب اول واحد inferior bencatocodinal تحت middle colic وتحت right colic وتحت ilio colic artery هنروح بقى لاخر artery خالص اللي هو inferior mesentric artery inferior mesentric artery rise من 3-4 centi above bifurcation اجنسة الى 3 vertebrary هيرن downward and to lift طبعا الاولان right to line ده line to lift behind broteneum to cross termination بتاع اهو to cross termination بتاع left common iliac artery في السجمويد rectal artery يبقى inferior mesentric artery هي rise 34 centi above bifurcation at level of اللي 3 هي run downward and to left behind broteneum هي cross termination بتاع common iliac artery as superior rectal artery البرانش بتحته طبعا left colic artery اللي طبعا هي ascending and descending sigmoid artery and superior rectal artery في السجمويد artery وهو طبعا ودي divisions بتاحته برضو بيبقى ascending and descending لاحزنا هنا اللي كل colic artery منها descending and descending معدل middle colic right and left branch آخر artery هنتكلم عنه هو renal artery renal artery just blow the origin of superior mesentric artery artery هجنس L2 add the same level تقريبا او تحتيب شوية هيبقى اللي هو renal artery lift artery هيبقى طالع slightly higher طبعا عشان lift kidney more higher وهيبقى shorter لانه رايح لي lift kidney اللي هي اقرب للأورطة وهيبقى posterior to renal vein وهيطلع هيعمل crossing in front of superior mesentric vein هيبقى طالع قدام superior mesentric right artery طبعا هيبقى slight lower وهيبقى longer لانه هيروح وراء infelur vena cava عشان يعدي وراء infelur vena cava عشان يوصل لل right kidney وهيبقى هيبقى posterior لل vein لاني ترتبهم في الهاي لم قلنا ال vein artery في النص واخر حاجة في الخلف هو ال vein pulvis دي قلناها طبعا arthritis بتاعت الكلمة عن infelur vena cava ده هيبتدي عند ال left common veins اللي هو left right and left common iliac veins against front L5 vertebrae طبعا at level blue bifurcation of hour طب bifurcation of hour طب يحصل عند level أعلى وطبعا هو right فهيبقى المنطقة communication أو منطقة التكوين infelur vena cava هتبقى وراء right common iliac artery الكورس بتاعه هي ascend upward in front of vertebrae right side of or ta بعد كده هي arch forward هيبدأ يروح لقدام عشان يكش على right cross of the frame reach groove منظم في the liver cava groove اللي واقع ما بين right loop و just above groove هيبدأ في الفصة في داخل groove نفسه هيحصل بيرس بيرس above هيبرس central tendril diaphragm عشان يعدي من الابدومن الكافيتي يخش في السراس الكافيتي دي هيبقى جنس D 8 vertebrae بعد كده هكش داخل right atrium التributress بتاعته هتبقى right and left common بالاضافة للmedian sacral vein بالضبط زي median sacral artery في inferior phrenic veins inferior phrenic veins دي تقوم زي inferior phrenic artery وفي third and fourth lumbar veins third and fourth lumbar veins third and fourth lumbar veins metal veins طبعاً بتطلع من الأزيجس من الأزيجس vein يعني أنا عندي third وفورس بيصب فيه الفيرس والسكن بيبقوا عاملين جايين من بين بيروح على طول الأزيجس vein عندي right subrenal vein وright testicular vein right subrenal وright testicular طب lift subrenal lift subrenal وlift testicular بيدرين في lift renal vein بالإضافة للثلاثة tributers جايين من ال liver اللي هو right والميدل والlift hepatic veins الrelationship بتاعة inferiore vena cava anteriorly هيبقى طبعاً root بتاع الميز intri بالزبط زي الأبدوم الأورطة والright testicular artery أو venial artery هيعدي قدام inferiore vena cava والسير دبار بتاع diodenum هيعدي قدام inferiore vena cava والهيد open creas والبيل duct والportal vein هيبقى قدامها والposterior surface بتاع ال liver هيبقى الفيرو vena cava live growth بتاعه داخل ال liver posterior طبعاً هيبقى السوس muscle والright renal artery هيعدي وراء inferiore vena cava والright subrenal gland والright middle subrenal vein والright inferior phrenic artery هيعدي وراء ال inferiore vena cava نتكلم بقى على portal circulation اول حاجة نتكلم عنها ال splinic vein زي ما احنا عارف ال splinic vein هيطلع من splinic hylum by union من على الاقل الخامسة tributaries او اكتر هيمشي وراء بن cava في جروف خاص لي في body بن cava عشان يشوين superior mesentric vein عشان يكون ال portal vein يبقى انا عندي ال portal vein هيكون طبعا في وراء neck of ben cava يبقى هيحصل النماغ ل على الاقل 5 splinic veins cava veins هيكون splinic vein هيبش في growth في posterior service of ben kriyas عشان يجوين superior mesentric vein عشان يكون conflant portal vein tributaries بتاعته طبعا هيبقى splinic veins segmental short gastric veins left gastric vein and ben kriyas veins بالاضافة ال inferior mesentric vein بيصب في splinic vein يبقى ديك splinic vein آه هنتكلم عن السوبروم mesentric vein السوبروم mesentric vein هيفورم برضو في right iliac fossa bay unit of small veins وهي join طبعا splinic vein عشان يكون portal vein tributaries بتاعته هيبقى نفس veins اللي بتاعت السوبروم mesentric card يعني هيبقى عندي middle colic vein عندي right colic vein عندي ileo colic veins عندي original veins وعند ileal veins بالاضافة الى right gastric vein نحن قلنا left gastric vein هيصب في splinic vein right gastric vein هيصب في superior mesentric vein و inferior bencatocodinal vein هيصب برضو في superior mesentric vein inferior mesentric vein هيبقى upward continuation لل superior rectal vein احنا قلنا inferiore mesentric artery terminate as superior rectal artery inferior mesentric vein هيبتدي continuation لل superior rectal vein هي send lateral le inferior mesentric artery وباص lateral lateral lee هيدي diodenal diodenal flexion anterior left renal vein عشان نعمل termination by joining splinic vein يبقى inferior mesentric vein يجوين splinic vein هي divide to right to show في بعض الناس هيحصلوا subdivisions to right بدل ما يحصل drainage أو يصب في splinic vein هيصب في superior mesentric vein يبقى devariations موجود في بعض الناس inferior mesentric vein يدrain في superior mesentric vein يبقى relation بتال inferior mesentric vein هيبقى ماشي lateral inferiore mesentric artery and lateral lateral diodonial 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 flexure anterior to left renal vein عشان terminate بتاع lesblinic teripotris بتاعها تبقى corrosbonding arterial inferiore mesentric artery يعني هيبقى عندي left colic veins وعندي sigmoid vein وطبعا هيبتدي superior rectal vein آخر حاجة هنتكلم عنها هي portal vein portal vein هيبقى عبارة عن 7.5 سنتي هيبتدي عند اليون بتاع السبيريون مع superior mesentric vein وهيتerminate عند portal by divisions into right and left portal veins طول 7.5 سنتي زي ما قلنا الكورس هيران upward and طول right behind neck open kriyas طبعا احنا قلنا الحدود neck open kriyas هي right border بتاعة portal veins right portal بتاع superior هتفصل ها عن الhead left border بتاعة الابدوم الأورطة والlift border بتاعة superior mesentric artery هيفصلوها عن body هي ascend posteriorly first part بتاعة diodenum عشان عشان يروح للليزر في free margin بتاعتها هي rise posteriorly هي anteriorly to right bile duct و to lift هي hepatic artery probe end right right end portal hepat is divide into right branch and left branch right branch هي shorter and wider and left branch longer and narrower part 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 تحت diodenum اسمه infradiodenal و ده يبقى بلول first part بتاع diodenum هي red anteriorly للنك بتاع bin kase posteriorly ورا infirovina kava يبقى انا نلاحظ relation ship ده اللي اما لقي round structure anteriorly to infirovina kava و لسه diodenum موجود معايا يبقى ده اسمه infradiodenal part بتاع البورت hibeids بعد كده retrodional يعني ما هيعد ورا diodenum هيبقى diodenum هيبقى posteriorly first part هيبقى anteriorly first part والbile duct والgesterudional posteriorly طبعا part infirovina kava super diodenal part last part هيبقى above anteriorly hepatic art to right والbile duct to left posteriorly infirovina kava طول الكورس بتاع portal veins هيبقى infirovina kava men trebiotris 2 three men trebiotris هم spelenic vein and super mesentric vein دول men trebiotris بالاضافة superior bencateco diodenal vein laحظ superior bencateco diodenal artery كان بيطلع branch من gastric diodenal artery اللي هو branch من الكومة hepatic artery here superior bencateco diodenal vein هيصب في portal vein right and left gastric vein هيصب directly في portal vein cystic vein vein bladar واخر حاجة حاجة اسمها baramblai kelvins